امبارح المنتخب الأولمبي لكلة القدم حقق فوز تاريخي في أولمبياد 2024 باريس بفوزه على منتخب أسبانيا 2-1 منتخب مصر الأولمبي قدم مباراة ولا أجمل ولا أروع ولا أفضل أمام منتخب مصنف على العالم مش بس كده المنتخب كمان إن شاء الله مرشح للفوز بالبطولة في أولمبياد باريس المباراة كانت مليئة بالحماس أحرزنا هدفين إبراهيم عادل ضيعنا أكتر منهم بكتير في فرص يعني مؤكدة بيش أنصاف فرص الحقيقة كلنا كل عشاق الكورة وكلنا استمتعنا بمباراة هيلة ومختلفة جدا منه والله يا محمد المباراة كانت اختبار بجد حقيقي لقوة وإمكانات شبابنا اللي الفوز ما كانش مجرد نتيجة بالنسبة لهم بتعكس نتيجة المباراة لكن لا نقدر نقول إن ده تطور للفريق المصري وقدرته على المنافسة وإنه يقدر ينافس أقوى الفرق العالمية كنا إلينا بعد المباراة الأولانية قدام منتخب الدومانيكن لكن منتخبنا واخد منحنة صعودي في المستوى ويمكن ده إحنا شفناه ميكالي كمان المدير الفاني المنتخب الأولمبي كان ناس كتير جدا بتهجمه وناس كتير جدا مش وثقة في نتائجه وإنه هو كان يعني ما صار سخريف بعض الأحيان إنه راح يجيب ميدالية وإنه راح يحقق ميدالية لكن إن شاء الله الحلم ده يتحقق بعد المستوى اللي شفناه بارح وبعد القدرة التنفسية والتناغم اللي شفناه بين الولايات أداء حقيقي بطولي جدا لأبطلنا منتخب الأولمبي لكرة القدم بداية من حمزة علاء حارس المرمى مرورا بكل التشكيل واللعيبة كانوا بيقدوا أداء مشرف جدا يليق بالكرة المصرية فوزنا 2-1 منتخب مهم جدا زي أسبانيا كتير مننا قلقانين هل ممكن نتخطى هذه العقبة ولا لا تصدرنا المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب الأولمبي في الأولمبيات نتصدر المجموعة ونتأهل للربع النهائي احنا دلوقتي بنستعد لمواجهة كمان مهمة جدا منتخب بارجوي اللي فاز على منتخب مالي بهدف دون رد طبعا حيكون ده اختبار جديد لقوة منتخبنا وإصراره على تقديم أداء مستمر ومتميز في رحلة للتأهل للمرحلة التالية والفوز بالبطولة الرهان دلوقتي يعني اسم المنتخب الأولمبي المصري ضمن الرهانات انه ان شاء الله ممكن يحقق الميدالية ويصل إلى الدور النهائي بأداء الأبطال تحية لأبطال المنتخب الأولمبي تحية للمدير الفني ولكل من شارك في صنع هذه المباراة الرائعة الجميلة اللي احنا تبعناها انبارها واحد من المميزات الكبيرة اللي احنا شايفينها في الأولمبياد دي انها عاملة روح حلوة ان ما فيش روح تعصب ان محدش قاعد يبص مين ضيع وده من فرقة ايه مين اللي سدد وده من فرقة ايه أهلي زمالك بيرامدز ايا كان اللي موجود مش فرقة خالص اللعيبة دي مش كلها كانت بتلعب أساسي في فرقها ومش كلها كانت رجلها في الملعب على مدار الموسم اللي فات ولكن ميكالي قدر ان هو يعمل فرقة متجنسة روحها كويسة وجيل عنده حماسة وعنده قدرة على ان هو يتعاون مع بعض ويعمل لنا شغل حلو مباراة الوزايل اللي شفناها مباراة قدتنا أمل ان اعنا عندنا مواهب وعندنا إمكانيات تقدر تواجه أفضل المواهب والإمكانات في أوروبا بس احنا بس نصدق في نفسنا وإحنا كمان نسق في نفسنا ونلعب بروح ومعنويات عالية أداء مميز ضد اسبانيا اللي هي واحد من ثلاث منتخبات مرشحين للميدالية الدهبية ده حيعزز الثقة في الفريق وقدرته على المنافسة في الأدوار الجاية إن شاء الله كمان احنا مستنين اللعيبة تكون مركزة أكتر في المباراة الجاية ونشوف أداء استثنائي جديد قدام منتخب البراجوي يوم الجمعة الجاية مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر